قام سعدة دكتور ماجد بن علي النعمي وزير التربية والتعليم بزيارة إلى مبنيين أكاديميين تم تشغيلهما خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023 نعم وذلك في كل من مدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الابتدائية الإعدادية للبنين في المحافظة الشمالية ومدرسة الرفاع الغربي الإعدادية للبنات في المحافظة الجنوبية يتي ذلك استمرارا للمشاريع التطويرية التي تشهدها المسيرة التعليمية المباركة في العهد الزاهر لجلالة ملك البلاد المعظم وبدعم ومتابعة من سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء وفي إطار الخطة الإنشائية لوزارة التربية والتعليم التي تمتد حتى عام 2030 وقد قام الوزير بجولة في المبنيين الأكاديميين بالمدرستين واطلع على مرافقهما من صفوف دراسية تتسع لألف طالب وطالبة وبهذه المناسبة أوضح الوزير أن الخطة الإنشائية للوزارة تتضمن إنشاء 24 مبنى أكاديمي تضم حوالي 400 فصل دراسي بالتعاون مع وزارة الأشغال بهدف توفير الخدمة التعليمية للجميع بالشكل الذي ينسجمه مع جهود الوزارة وبرامجها التطويرية مشيرا إلى أن العام الدراسي الحالي قد شهد تشغيل مدرسة الازدهار الابتدائية للبنات في مدينة حمد وإعادة تشغيل مدرسة المنام الثانوية للبنات مضحا بأن المباني الأكاديمية بالمدارس تتميز باستخدام مواد صديقة للبيئة في إنشائها واستخدام المنظومات الإلكترونية المتطورة في العملية التعليمية مؤكدا أن العمل لا يزال مستمرا لإنشاء المزيد من المدارس والمباني الأكاديمية لمواكبة النمو في إعداد الطلبة وتلبية احتياجات المناطق السكانية الجديدة ترجمة نانسي قنقر